طيب بالنسبة للأصدقاء يعني لهم دور في موضوع ممكن صب الإكتئاب إذا كان الصديق مثلا نظرته للحياة السلبية إذا كان برضو رسائله اللي وجهه لي رسائل سلبية و برضو الأصدقاء الإيجابيين هل يعتبرون برضو من الوقاية أنه يكون عنده صديق متفائل و عنده صديق يعني يبعث للرسائل الإيجابية لها علاقة في الحالة المزاجية نعم هو الأصدقاء لا أقول أنهم يسببون اكتئاب لكن الأصدقاء هم عامل وقائي من تعكر المزاج و تدهور الحالة النفسية يعني وجدوا في بحوث علمية تحدثت أن الدعم الاجتماعي للشخص المكتئب يقوده إلى الشفاء يعني هذه أحد العوامل فوجود أصدقاء رائعين يدعمون لا يلومون ولا أنهم يشرهون على الإنسان لأنه أنا أقول لك حاجة أخي العزيز الأشخاص المصابين بالاكتئاب ترى يقطعون علاقاتهم الاجتماعية لذلك من الطبيعي إذا وصل مرحلة الاكتئاب يعني أن الإنسان المكتئب يقطع علاقاته الاجتماعية طبيعي مو أنا أقعد ألومة وين الصداقة وليش ما تتصل يا أخي هو في حالة يرثدها لذلك لا تحكم على الشخص المصاب إنما يتصل عليك لأنه مصاب باكتئاب من جرد زوال اكتئاب رح يعود إليك لكن لا تتركه خلك معاه دائما بشكل عام الصداقات عام الوقائي من الإصابة بالاكتئاب والأفضل أنك تأجس مع أشخاص يعني يشعرونك بالبهجة بدل أن بعض الأشخاص يجون يقول أجس مع أشخاص إما يسبوني أو يسخرون مني أو أنه يعني جلسته بتنكتل أو يكثر اللوم عليك دائما يعني مثلا توينك ما ما جيتنا أنت ليش ما ردت على الاتصال بضبط يشرح عليه دائما يعني بعض الناس يتصل على الإنسان أول خمس دقائق من الاتصال ليش ما اتصلت علي المرة الماضية وقعد أنا أبرر له ليش أنا ما اتصلت المرة الماضية هذه ما هي صداقة خلاص يا أخي عذرني وأنا أعذرك ونبدأ في الموضوع على طول